السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زار الحديث متواصل عن الفصل الرابع في مادة المواطنة وحقوق الإنسان وهو بعنوان العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني أولا أشكال العمل التطوعي أنا عندي شكلين أساسيين من أشكال العمل التطوعي أول حاجة التطوع الفردي تاني حاجة التطوع المؤسسي التطوع الفردي وكل عمل أو سلوك تطوع يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة ذاتية منه دون الدخول في إطار كيام مؤسسي منظم مع الآخرين وعادة ما يستند هذا النوع من العمل التطوعي على الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية والخيرية الخاصة بالفعل الإجتماعي لكل فرد هتقول له والله التطوع الفردي ده هو سلوك الفرد بيعمله من تلقاء نفسه وبرغبة منه هو من غير ما يكون مثلا تبع جمعية أو تبع معسسة والله بيلاقي مثلا فقير أو بعض الفقراء هو يقدر يساعدهم بيساعدهم ده يعتبر عمل تطوعي فرد هو تمام؟ يجي مثلا يلاقي بعض الناس ما هم مش متعلمين يبدأ يعلمهم هو ده عمل تطوعي منه الناس محتاجين توعية توعية مثلا يوعيه التوعية بالبيئة عشان يحفظوا على البيئة يبدأ هو يوعيه فده يعتبر تطوع فردي طب بالنسبة للتطوع المؤسسي بقى هتقول له هو أكثر تقدما وتطورا وتنظيما من العمل للتطوع الفردي حيث يسهم الأفراد مع بعضهم في عمل كيانات تطوعية مؤسسية أكثر تنظيمة وأوسع تأثيرا في مجالات المجتمع التنموية المتنوعة عبر منظمات المجتمع المدني والله بيلاقي جمعية خيرية بتتعمل أو مؤسسة من المؤسسات بتبقى موجودة مثلا المؤسسية تقول لك الجمعية الخيرية للرعاية الصحية تمام؟ بتبدأ تعالج إيه؟ تعالج الأمراض تقول والله أن هي مجاهزة أن الدكتور الفلاني في التخصص الفلاني موجود عشان قاطر يعالج إيه؟ يعالج المحتاجين تمام؟ يعالج الناس الفقراء اللي مش يقدروا إيه؟ وروح يكشفوا عند إيه؟ عند الأطباء جميل تيجي مثلا تلاقي بعض الجمعيات الأخرى بتهتم بإيه؟ أن يعودها تنمح الأمية وتنشر العلم بعض الجمعيات الأخرى بتشارك في حملات التوعية البيئية وتحافظ على البيئة تمام؟ كده يعني وهكذا من إيه؟ من الجمعيات إيه؟ الكثيرة طيب بعد كده هنتحدث عن مجالات العمل التطوعي مجالات العمل التطوعي أنا عنده والله من أهم مجالات العمل التطوعي المجال الاجتماعي التوعية خدمية المساهمة في حل بعض مشكلات المجتمع في مشكلات المجتمع نساهم في حل بعض مشكلات المجتمع وتقديم المساعدة للفقراء ده المجال إيه؟ المجال الاجتماعي المجال العلمي في أمية أحاول أمح الأمية ونشر العلم وإعادة المتسربين إلى التعليم في بعض الناس بتهرب بعض الطلبة بتهرب من التعليم لا نحاول نرجحهم تاني طيب المجال البيئي المشاركة في حمالات التوعية البيئية والحفاظ على البيئة نعرفهم نوعيهم بالبيئة بتاعتهم وإن لابد المحافظة على البيئة والمحافظة على ميات النيل وغير ذلك من الأمور الكثيرة نضع القمامة في سلط القمامة المجال الديني المشاركة في مجال الدعوة وتنمية وتصحيح الوعي الديني لأفراد المجتمع في بعض الأفكار الخطأ لا أحاول أعرفهم الأفكار الصحيحة المجال السياسي المشاركة في تنمية الوعي السياسي لأفراد المجتمع لازم يكون عندهم وعي سياسي الدفاع عن حقوق الإنساء صحيح يبقى دي كلها مجالات العمل التطوعي يبقى أشكال العمل التطوعي التطوع الفردي وتطوع المؤسسي مجالات العمل التطوعي المجال الاجتماعي التطوعي الخدمية المجال العلمي المجال البيئي المجال الديني المجال السياسي هذا وبالله التوفيق والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته